ايها الحرام العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه فيلم مصري مشهور جدا اسمه الرخصة والطبال الحياة الفيلم ده ابدع فيه احمد زكي وكان بداية انطلاق احمد زكي نحو اداء خرافي يعني وابدع فيه على فكرة الاستاذ الكبير عادل ادها ابدع ايام ابدع كلهم ابدعوا معنا نبيل عبيد بصراحة يعني المهم يعني الفيلم اخراج اشهر فهمي والفيلم عن قصة قصيرة او قصة لاحسن عبدالقدوس وسيناريو المصطفى محرم الحوار كتبوا المبدع الذي لن يتكرر بهجة امر الفيلم هو لو احنا فاكرين فيلم قرى قصة والطبال شايف الفيلم مصطفى محرم الحم محمد الموجي او المزيكة نبيل عبيد احمد زكي عادل ادهم محمد رضا نبيل السيد وانتاج جيرجس فوزي حقيقة الفيلم ده كان اقيم على حاجة غريبة جدا مين فيهم محتاج للتاني اكتر الرقاصة ولا الطبال الفيلم فيه عايز يقول الطبال انه لولا الطبال هي مش طعب ترقص ايه قاجس ما حلو لكن مجرد عروسة الطبال هي اللي متحكمة فيها لولا الطبال والطبال الفنان ما حدش هتأثر بالست دي او بالرقصة ده المعنى السياسي يعني مفيش غنى للديكتاتور المستبد عن الطبال عشان الدكتاتور يعرف يورقس كويس محتاج طبال له يقاع كويس مش اي طبال بساز حنكش بقى والاساد زك كبار بتوق الطبال عشان السياسي يعرف يشتغل او الزعيم يعرف يشتغل الاعلام هو الطبال للمستبدين الطبال بيستغل الاعلام عشان يسيطر عن ناس ويضحك عليهم بالباطل مهما كان الباطل سواء بيع ارض او تنازل عن مية او حتى افقار الناس وتجوعهم عشان كده من اللحظات النادرة في الفيلم دي او في الفيلم ده لما الاتنين دول يقعوا ببعض هي شايفة ان هي الكل في الكل الناس بتيجي عشان تتفرج على رأسي وعلى جسمي وهو شايف ان كل ده ملوش لازمة جنب فن الطابلة الفن بتاعي انا فلما بيقعوا مع بعض دي لحظة درامية مهمة جدا الطبال انقلب على الرقصة في الحياة بقى لما الطبال ينقلب على المستبد ويفضحوا في ضيحة المطاهر يوم تلوقوا على المعاش ايا كان السبب هنبقى نرجع له انما في اللحظة الدرامية دي كل اللي مطلوب منك انك ما تقطعش عليهم المشهد اه سيبهم سيبهم يقعوا ببعض وقفوا تفرج على الاتنين هي هتشلق له وهو كرمته هتاخده قوي هو يحس انه لا ده نقدر ده ردوس عليك وهو زي ما عملتك اعمل غيرك انت تقعف تتفرج ما لكش لعب الباقي ايه لاخت ده بالسياسة اه انا اقول لك انا ما فوتكش القصة بدأت كل سنة واخواننا الاخبار طيبين بمناسبة سبع يناير عيد ميلاد السيد المسيح هي صحيح متأخرة بس احنا ما كناش هوا يومها كل سنة وكل الاخبار طيبين وكل سنة ومصر كلها طيبة وسنة جديدة ربي سعيدة على الناس كلها في مصر كلها إلا السيسي سعيدة على كل الناس إلا السيسي وأنبعه حقيقة يعني انا مش هكذب على ربنا في لحظة مناسبة زي دي مقدرش اقول كل سنة والناس كلها طيبة مقدرش يا رب كل سنة والناس الطيبة طيبة تزداد طيبة والناس القذرة تولع بحق جيه النبي أولهم السيسي يعني ديله جوايا بس ما داشت أقوله عشان ده الهوى وما يصحش أقول الكلام ده على الهوى عشان فيه أطرال بتسمع السيسي في المناسبة دي خد اللقطة السنوية لقطة الذهاب إلى كنيسة ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية وطبعاً كسر البروتوكول الكنسي والطقس الكنسي كله وطلع على الستاج ولإني البابا توادرس بيعجبني للأمانة البابا توادرس بيعجبني أنا واحد من المعجبين البابا توادرس بيعرف يلبس السيسي العامة أو الله إذا بيقولك كده هو عارف إن السيسي مريض بداء الحديدة فالبابا توادرس أول حاجة يعملها ياخده من إيده وطلعه على المسرح ويدينه الحديدة عايز السيسي يحبك إدينه الحديدة إدهاله خليه تكلم هو بيرتاح يعني وبقى أنا عارف إن السيسي بتعلقته وعايز لقطة فيطلع على الستاج ويكسر الصلاة ويوقفه ويطلع السيسي يتكلم والبابا توادرس وفهمه منه كده أولا بالاهتمام ده كأن البابا توادرس بيشوف مثلاً قديسة من القديسات وهو بيسمعها أو قديس من القديسات وقف عمل كده يا سلام درر قول يا أستاذ قول قول يا أستاذ حكم وسيسي وقف بقى طبعاً يطلع النفايات اللي جواه على إنها حكم وأفكار وناس تنبسط فقال السيسي في القصة دي كلمة قصيرة قوي طبعاً بعد شهد كدبه هري كالعادة لكن الجديد المفاجئ إن الكلمة بتاعته كانت قصيرة قوي ده إحنا مش هنرد عليه دلوقتي ولا هنظفر إيدينا بالنفايات اللي طلعها السيسي إنما هنجيب الرقصة هنجيب الطبال بقى أحمد زكي سوري عمر أديب هنجيب طبال النظام الدجال للنظام الأول نبطش الإعلام عمر أديب هو اللي هيرد على السيسي حضرات السادة في كل جملة قالها السيسي في قديد الكذرقية ميلاد المسيح عمر الطبال طلع رد عليه نشوف كده المشهد الأول لما السيسي طلع قال أنا عارف إن الناس أل أنا وخايفة على مصر عمر أديب يوسكت رح على بص على إيقاح حلوة قوي رد عليه نشوف كده رد عليه قال له إيه أنا شايف إن الناس اسمعوا كلامي قال أنا الناس في مصر قال أنا وخايفة مش هقول إن ده مش مبرر مش هقول إن ده مش مبرر بس إذا كان كلامي يطمنكم لازم تتطمنوا الكلام اللي أنا بقوله ده كلام مهم قوي لأن أنا شايف وسامع كويس قوي إن الناس في مصر أل أنا طب أنت الآن ليه يقول لك أنا خايف عليها وأنا سعيد بخوفك عليها نعم سيادة الرئيس أنا بقول لحضرتك إن إحنا مش خايفين على مصر إحنا خايفين على نفسنا أنا بقول لك الحقيقة إحنا مش قلقانين على مصر إحنا قلقانين على نفسنا وعلى عيالنا نعم في مصر اللي حضرتك بتتكلم على الحالة دي هذه الحالة موجودة كل بيت مصري غني أو فقير هناك حالة قلق المخاوف الرئيسية سيادة الرئيس موجودة عند البقال المخاوف الرئيسية موجودة في السوبر ماركت المخاوف الرئيسية موجودة في الدروس الخصوصية المخاوف الرئيسية موجودة في قصة المدرسة هناك مخاوف حقيقية لا يزرعها أحد بصرف النظر عن الترابيس العالية بتاعة عضلات الكتف اللي عملها السيسي اللي بروح الجم عشان يرفع من هرمونات الزكورة عنده وبالتالي يرفع من فيتامين دال وبالتالي يرفع من حالته النفسية عشان يقدر يكتب الكتب ده لكن عبد الفاتق الوضع عمر رد عليه رد رائع جدا عمر فكرني بالرد ده فعلا بالجزء السولو طابلة اللي كان في أغنية فكروني لأم كرسون السولو طابلة كان رائع عمر رد هنا رد رائع طلع السيسي بعد كده يقولك ما تدوش ودنكم لحد كلمته المعتادة الوضع الطبالي يسكت قالك لأ قاله انتو السبب لأن انتو وبتقولوش كل حاجة نسمع الراقصة والطبال فما تديش ودنك لحد أقل ما فيه مش مسؤول وبقول من فضلكم هتلاقوا ناس بيتكلم كلام كتير أقل حاجة اللي بيتكلم ده ما يعرفش فيقولك خلي بالكو قناة السويس قدس البابا مش عارف هعملوا فيها ايه خلي بالك حيبيعوا حاجة ما نقولش عليها طب ليه مش هقول ليه لو فيه حاجة هعملها هقولوك كلوك احنا عايزين نعدي الحوار بتاع يا جماعة الموضوع ده موجود في كل مكان في العالم تمام هناك اجراءات مالية واقتصادية ونقدية يتم اتخاذها كل يوم يجب انه يتشرح ما هو الناس لما ما يتشرح لهاش هذا الامر هتدي ودنها لأي حد يشرح مالبا برافا يا عامر ده السولو طابلة برضو مستمر رائع جدا بعدين طلع السيسي بالمبرر الخايف بتاعه ان انا بس اللي بافهم او عندي كل حاجة لان القيادة بتعرف كل حاجة اما انتو فمتعرفوش حاجة هنا مسكتش عامر قديم ورد عليه السولو الطابلة اللي في احد اغاني عبدالحليم الاخرنية غالبا اغنية غالبا قراءة الفنجان غالبا نسمع كده السيسي الرقصة والطبال كل واحد يعرف على قده الموظف المدير اللي قبله اللي بعده اللي بعده اللي بعده لغاية لما نوصل لأعلى اللي ربنا اراد انه هو يبقى متولد المسئولي يعني حده حيعرف مع كل التقدير والاحترام لأعضاء الكنيسة الآخرين زي قدس البط في شؤون الكنيسة لأ وبالتالي لما حد انا جبت المسأل وارجو انك تعزون لقدس الموظف يعني اسمعوا اللي يكلم لما كانش يعرف واكيد مش هيبقى عارف فكرة انه الناس الحكومة عارفة او القيادة عارفة والناس مش عارفة حنفضل دايما معرضين للقصف اي حد يكسفنا خد بقى ساروخ قناة السويس خد ساروخ مش عارف ايه خد مش عارف ده حيعملوا ايه خد السواريخ كله انما عندما تأتي وتقول لي والله انا عملت امبال او يعني احنا مثلا عندنا اجراءات اقصادية هامة جدا او مالية هامة جدا حاصة يومين تهاتر فان حد اقل الناس ايه الحكاية احنا بنعمل ايه يعني محدش اقل الناس احنا بنعمل ايه او حنعمل ايه او ده مكمل ازاي او ده ليه